جمهور أو أعضاء الجماعية العمومية هل جملة أن دولف وادي ودولف وادي هي جملة واقعية بتعبر عن الواقع؟ لا أنا أعتقد أن الجمهور ليه تأثير على الجماعية العمومية لكن ليس له حق التصويت من له حق التصويت هو عضو النادي عضو الجماعية العمومية لكن بيبقى فيه تأثير رأي عام بيخلق بيخلق أنه والله لا إحنا شايفين أن فلان ده يعني إحنا عايزينه كزمالك فده بيأثر شوية على الجماعية لا هم مش في وادي وفي وادي لا هم ليهم تأثير والتأثير واضح جدا من الجماعية مفهوم الوضع دلوقتي عامل إزاي؟ كمرشح شايفه إزاي وشايف إزاي حظوظك؟ لو أنا بسألك بنفسك تقييمك للمرحلة الحالية قبل 19 يوم تقريبا من الانتخابات بشمهندس الشامل هو العد التنازلي خلاص ابتدى للانتخابات أعتقد أن كل ما الواحد بيعرض فكره وبيعرض رأيه بيكسب أرض أكتر وكلهم يدلوا بدلوا إنت إيه تفكيرك إنت إيه رؤيتك حتفيد النادي الزمالك بإيه؟ إنت بتقدم الـ CV بتاعتك والحمد لله أنا عندي مجالين مهمين جدا في الانتخابات ديت اسمح لي أن أنا أكني بقدم يهمني جدا أسمع طبعا يعني أنا في الشق المهني الهندسي أنا مهندس مدني بشتغل في قطاع المؤولات والاستثمار العقاري كمان اشتغلت في حاجة مهمة جدا المنشآت الرياضية الحمد لله بالتعاون مع الدولة المصرية أنا ساهمت في المنشآت اللي حصلت ساعة كاس العالم العشرين واحد وعشرين شاركت فيه التصميم والإشراف على التنفيذ أيوة بتاع صلاة من أنجح الصلاة اللي تعملت زي إيه؟ إحنا عندنا صالة في العاصمة الإدارية الجديدة صالة في برج العرب وجددنا أستاذ القاهرة بالكامل بالصلاة الفراعية بتاعته والأنا بعتبره ابني صالة 6 أكتوبر صالة الدكتور حسن مصطفى أيوة ودي ما هي الصالة العادية دي كومبلكس كده وكنت أنا باحلم به من أيام لما كنت بلعب وبسافر وبشوف المنشآت الرياضية بره تخيل لما عندنا الصالة دي فيها ثلاث ملاعب فيها فندق تقدر ثلاث فرق مرة واحدة تقيم فيها روحت بنفسي وشفت قدية جميلة فيها مقر الاتحاد المصري الكورتلياد مقر للأكاديمية الأفريقية مقر للاتحاد الدولي أو مقر للوزارة بصراحة أنا كنت مصمّل أو شاركت في تصميم هذه الصالة كان عندي طموح كبير جدا إن أنا أخرج من عباقة الدولة المالية تبقى لتوجهات السيد الرئيس إن أنا أقدر أصرف على نفسي كابتحاد بل بالعكس إن أنا ممكن أدفع فلوس كمان للوزارة لو إحنا درنا هذا الكمبلكس فيه عملت كده إزاي؟ لأن كنت أنا عامل في التصميم بالمشاركة مع المصمّن إن يبقى فيها مثلا بنك مكان لبنك وده بيدخل عائد كبير جدا كراعي كأنه راعي مثلا لا يبقى يدفع لي إيجار كبير مفهوم يبقى عندي مكان معمول للستور بتاع براند بتاع مدار الملابس الرياضية يبقى أكثر من رائع عندي أماكن يتعامل فيها كافيهات مناسبة للرياضة تمام لمعنى إيه مناسبة للرياضة اللي أكدتها يعني ما فيهاش تدخين مثلا تدخين وشيشة والكلام دي لا تبقى حاجة راقية تضييق بهذا المكان وعندي أوت دور كبير جدا أقدر أعمل به إيفنتات على طول أقدر أعمل فيه بطولات أقدر أجر الأوتيل الموجود يبقى أقدر أدخل المدخلات كتير جدا عن طريق استثمار هذا المكان ده كله حصل بالفعل في صالة 6 أكتوبر هو توقف يعني المنشأ موجود لكن الحاجات دي لسها هتنقل نفس الفكرة للزمالك لما تصبح نائب رئيس أوسع بكتير إزاي؟ إيه تصورك وإزاي يحصل؟ نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر 129 فدان أد نادي الزمالك الحاجات دي اللي موجود حالياً ثلاث مرات أنت متخالة أنا ممكن أعمل فيه؟ طبعاً يعني وما أكثر الأفكار اللي ممكن تجيب لك إيه اللي ممكن يحصل؟ أولاً أنا عندي هدف أساسي أن أنا إن شاء الله إن شاء الله نحاول نفتح الفرع الجديد ده جزئي حتى بسرعة الكسافة العددية اللي موجودة في الفرع الأساسي ده غير صحيحة وكبيرة جداً فمخلية الأعضاء مش متمتعين بالنادي إنت كمية العدد والبشر الموجودين إنت المفروض بتروح النادي ده متنفس ليك يتلعب رياضة يتقعد يتاكل حاجة كويسة فده أثر على النادي طيب أنا لازم بسرعة أفتح النادي جزئياً أعمل ملاعب المكشوفة أعمل حمامات سباها أعمل كلاب هاوس أعمل لو قدرت ألحق أعمل صالة مغطاة وانقل جزء من اللعيبة تتضرب هناك وأفتح الاشتراكات يقوم يجي لي دخل أقتسمه مع المستثمر اللي حييجي إن شاء الله يستثمر هذا المكان أقدر أعمل أفكار كتير جداً مستثمر جاهز؟ جاهز أنا اللي أنا عرفته إن فيه حد جاهز لكن الرسومات أنا كنت متحفز عليها بصراحة لأنها لازم تختار الملائم ليك في هذا التوقيت ولازم تحسب الـ R.O.I. بتاع العائد من اللي أنت حتنفزه هناك الرياضة دلوقتي بها تستثمار لازم تبقى عارف أنت بتبني إيه علشان يجيب لك كام فقد إيه واستغلال المساحات تبقى للأغراض اللي أنت عايزة منه لازم يتعامل حاجات دردد حاجات كتير أمثلة جديرة ممكن أعمل مركز طب محلات تجارية ودي مهمة جداً فندق للعبين فندق رياضي الـ Concept ده مش موجود في مصر مش مجرد فندق يعني لكن هو فندق يخدم الفرق الرياضية يخدم الفرق الرياضية وكل ده بيجيب لك عائد كبير جداً وفي أفكار أكتر من كده أنا سايبها لوقتها بحيث نحسب أنهي حاجة تقدر تجيب لي فلوس أكتر أنا مش حاجة بتتكلم في الهوى أنت محتاج أنك تبقى مدقيق فبتقول اللي بس جاهز من أفكار حالياً الرسومات دي أصلاً اللي بتقول أنه لسا مش عاجبك أو عندك بعض التعليقات عليها هي موجودة مين اللي مقدمها الرسومات دي؟ هو تعمل كذا ديزاين للنادي بصراحة وأنا شفتهم كلهم إمتى تعملوا؟ يعني في المجلس السابق معي بوكش ما بيحققوش الغرض اللي أنت عايز منه مفهوم يعني طموح نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يبقى أنا عندي الاستاد بتاعي هل في التوقيت الحالي أنا محتاج استاد منفصل للنادي هل معايا الفلوس اللي تبني الاستاد دا هل أقدر بالاستاد دا أرجع قيمته وأكسب أعتقد أنه هو مشروع مرغوب فيه ونفسنا فيه لكن يؤجل لازم يبقى عندي فرع واثنين وثلاثة يستوعب الجمعية العمومية والمشتركين الجدد وبعدين أفكر في الاستاد مفهوم طيب دي أفكار إنشائية مهمة جدا وده يمكن الملف الأساسي اللي موجود من ملفات حضرتك وتكلمت عن إن فيه مستثمر محتمل موجود بالفعل مصري أم خليق مصري مستثمر مصري فكرة النادي دا ممكن يتعامل في قديه بحيث إنه ينتهي إن شاء الله أنا وعد مش هنقدر نعلن أنهي لمن 129 فدان إحنا إن شاء الله في ظرف إن شاء الله إن شاء الله 18 شهر هنفتح المرحلة الأولى اللي فيها الملاعب المكشوفة اللي قديه من 129 فدان ممكن تقريباً التلت التلت تقريباً إيه اللي هيكون فيها المرحلة الأولى دي؟ الملاعب المكشوفة دي فيها شورتش كبير جداً في نادي الزمالك لازم يكون فيه حمامات سباحة طليق بنادي الزمالك يكون فيها كلاب هاوس يكون فيها حاجة للأطفال لو قدرت في المرحلة دي لسه ما عرفش لو قدرنا نعمل صلاة مغطاة تبقى إنجاز كبير جداً وأنا توالى بقى فيه تنفيذ باقي المشروع فيه حمامات سباحة كتير أوه في النادي دلوقتي في الزمالك فيه كتير جداً لدرجة أني فاكر تعليق كان من الكابتن حسين لبيب في أيام الترشح قال إن بالمية الكتير دي ممكن نزرع شجر يعني إحنا محتاجين حمامات سباحة كتير لكن لازم لما أجي أعمل حاجة ليها مواصفات وليها أبعاد وليها مأسات وليها طرق صيانة معينة الكلام ده كله للأسف شديد ما كانش موجود وأنا مبارح كنت بتوعي السباحة فيه شكوى دايماً من موضوع الكلور يعني الموضوع ما كانش مش professional إن يتعمل بالطريقة دي ممكن تشرح لي إزاي ما كانش professional يعني إيه العيوب اللي كانت فيه حمامات السباحة اللي موجودة؟ شوف أنا من المؤمنين بالتيمورك آه العمل الجماعي آه ومن المؤمنين بالتخصص آه وأنا قوي بالأقوية اللي معايا تمام يعني لو أنا راجل مش مهندس ما فيش مانع أبداً أن أنا يبقى معايا مهندس قوي حينفذ لي رؤيتي وتراباتي بس ينفذها صح تمام حمامات السباحة بيبقى ليها مأسات معينة بيبقى ليها توجه بالنسبة للشمس علشان ما تبقاش في وش الناس اللي هي بتعوم آه الطريقة التعقيم بتاعتها دي بيبقى ليها خزانات وغرف للحقن بتاعة الكلور وبنسب معينة وبنسب معينة عشان ما تصيبش العين ما تجيبش ما تضرش الجلد آه لكن المعمول للأسف الشديد مالوش أي مواصفات نفهم ورغم كده أنا ما زلت مصر أن احنا محتاجين حمامات سباحة كتيرة جدا لكن أنا عندي فكرة تانية لو فكر أن احنا هنستخدم مستثمر يبقى ليه أعمل فرع واحد آه طب ما أنا قادر أعمل فرع جديد مش لازم بنفس هذه المساحة تمام في العاصمة الإدارية في الآدميات الجديدة في المنصورة الجديدة في أسيوت الجديدة في أماكن كتيرة جدا طالما الفكرة دي موجودة بس ده مش هيحصل إلا بعد استعادة الإمج أي بتاع نادي الزمالك كيف يتم استعادة الصورة اللي بيستحقها نادي الزمالك اللي هتفيدك